موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم مشاهدين في كل مكان وإستاذ الأحلي نهاردة منكمل مع حضراتكم معنا فقرات في منتهى الأهمية ولكن في البداية لازم نتكلم عن منتخب مصر منتخب مصر مبارح مع المدير الفني الأرجنتيني هكتر كوبر خد ثلاث نقاط أكثر من مهمة في مشوار طويل وصعب ومنتظر بقالنا 30 سنة داخلين خلاص على 30 سنة من منديل 90 حتى الآن لم نتأهل إلى كأس العالم استطاع المتخب مصري أنه التخطى عقب صعبة منتخب الأغندي أصبح من المتخبات الصعبة وكسب بهدف مقابل لشيء أحرزه محمد صلاح في الدياة السبعة كان هدف إدى لمنتخب مصر أمال كبيرة جدا وطباحات داخل الماتش وخارج الماتش أول حاجة نتكلم عن منتخب مصر والنغمة اللي من مبارح ليه اليوم ونغمة أصبحت الكل يتحدث عن التغيير تغيير لراجل ناجح عندك مشاكل معا كوبر لا يلعب الكرة التي تحبها ده حقيقي كوبر نمطي ده حقيقي كوبر في بعض المشاكل ولكن محدش بيحاسب بالقطعة منتخبات الكبيرة ومنتخبات القوية ودائما الاتحادات اللي على أعلى مستوى ما بتحاسبش بالقطعة حسبه على التجربة الراجل خد منتخب مصر كان ترتيبه كام وعدل من منتخب مصر أصبح ترتيبه إيه وكنتش بتتأهل لكاس أمم أفريقية أهلك بعد ما فاز على نيجيريا هنا في القاهرة وتعادل معها هناك في ليجوس وده كانت بداية كوبر مع المنتخب المصري أنك تحس أنه عندك فعلا مدرب على أعلى مستوى هكتور كوبر من المدربين الأولد فاشن خلاص في سنه معادي الستين الناس دي بتبقى نمطية لحد كبير في طريق التدريب وهو مدرب دفاع أنا مش طالع أدفع عن كوبر بل بالعكس في عندي تحافظات كتير جدا على طرق اللعبة ولكن النغمة منذ الأمس حتى الآن تخش على سوشيال ميديا تخش على الراديو تخش على التلفزيونات تلاقي ناس وناس من المفترض أنها عندها خبرات كروية كبيرة جدا بتطالب بالتغيير التغيير في هذا الوقت يعتبر أشبه بالكارسة لماذا كارسة؟ الراجل قطع مشوار وخد كم نقطة وبقيله قد إيه؟ إذا أنت بقي لك موتشين ست نقاط والتأهل في إيدك كسبت الست نقاط يعني خدت تذكرتك لكأس العالم اللي بقالك كام سنة؟ بقالك منذ عام تسعين حتى الآن لم تستطع أن تتأهل وإيه؟ ما وصلتش أن آخر موتشين أنت راكم لو تتذكروا مع حضراتكم تخب اللي كان فيه النجوم بقى يعني اللي كان كل حلول يمين شمال فوق وكل مكان من بداية من الحضر اللي إيه؟ السنتر فروت كان سنتر فروت بتاعك محمد زيدان وكان عندك أبو تريكا وكان عندك أحمد حسن وكان عندك بركات والجمعة وكان عندك حسني عبد الرب وحسام غالي أحمد فتحي ناحية الشمال سيد معوض متخب كل حلول لعبت مطشط على أعلى مستوى وكسرت الدنيا فيه كأس الموال الأفريقية ولكن حتى الآن لم أحد لم يتحدث أحد لماذا لم نصعد كأس العالم بهذا الجيل مطش الجزائر فزت هنا بأهدفين مقابل لشيء وكان بييدك لو جبت الجون اللي محمد بركات ضيعها فآخر فرصة وكل التحدث وكان عمر زكي وعمد متعب أحرازه الهدفين والكل خلاص كان فيه برضه عمر زكي أحرز هدف فيه أول المباراة لحضراتك تفتكر مصر ويأة الجزائر وذهبنا إلى المطش الفايصال عرار الرغم مقارنة بمنتخب مصر لكل المجموعة أنت عندك حلول غير طبقية محدش بيحلل ومحدش حتى الآن تحدث لماذا لم تذهب مصر إلى كأس العالم لو كنا شلنا كابتن حسن شحات اللي عمل كومباك وفاز على زنبيا في زنبيا بهدف مقابل لشيء وابتديت ترجع تاني وتكسب بقيت مبارياتك حتى أنت وصلت أنك كسبت الجزائر هنا بدفين مقابل لشيء ما كانش وصل حتى لقاء الفايصال فإذن مرحلة الإقصاء والتغيير يجب أنها تكون على دراسة مش بس عشان أنت عندك مشاكل مع الرجل يبقى الرجل يضعي ده كلام مالوش أي علاقة بالصحة وبصوا على المنتخبات الأخرى دي دي شامب واحد من المديرين الفنيين اللي بيدرب منتخب فرنسا دي دي شامب منذ بداية التوليمة على المنتخب الفرنسي لم يؤدي الأمال اللي الناس في فرنسا بتطمح ليه وكان مصمم على بعض اللعيبة ومنهم منزيمة اللي الناس كلها مصمم عليها عندهم مشاكل معه ولكن الراجل قال لهم أنا بعمل إحلال وتجديد وبصت فرجوا على المنتخب فرنسا معي في الفترة اللي جاي متخب فرنسا ما خدش يورو اللي فات متخب فرنسا طلع من دور التمانية في مونديال أتفرق كده على المنتخب فرنسا الآن عمل إزاي هو مدول الناس اللي بتفكر مدول الناس اللي عندهم إزاي أنا عايز أعمل استراتيجية لأنني أنا من منذ عام 98 كمنتخب فرنسا ويورو 2000 منتخب فرنسا بعيد عن البطولات على الرغم من أن فرنسا من أكثر الدول اللي عندها لعيبة وافر في اللعيبة يقدر يجيب له مش بس يوصل ليه مراحل نهاية بل يجيب له بطولات ومرحلة ما بعد زيدان مستوى اللعيبة فيه عمل إزاي انتخب فرنسا أمام أي فريق دلوقتي أصبح فريق مرعب بيكسب انتخب هولندا أربع أهداف مقابل لشيء انتخب هولندا فيه روبين وفام بيرسي وفيه نجوم كبار ولكن انتخب الفرنسي ما قالوش لأ دي شامب لازم يمشي لأ أصلي مش عارف مين أحسن الناس دي بتفكر صح وبتدرس صح عشان كده النتيجة دايما بتبقى بالنسبة لهم إكوال صحية معادلة هنا في مصر للأسف التقييم بيبقى على الهوى وده قلنا لحضراتكم كتير جدا على كابتن حسين البدري وتجربته مع النادي الأهل كابتن حسين البدري من قبل ما يشتغل مع النادي الأهل وفيه انتقاضاته فيه وفيه 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 الرجل اشتغل ابتدى بداية واقعية وهنا نبتدي نتكلم على الواقعية في كرة القدم كرة القدم الآن لو بصينا على سيميوني لو بصينا على مدربين كتير ومنهم موريني موريني يلعب كرة واقعية ولاست كرة جميلة والآن القرة الواقعية لو تفرقتوا على تخب البرتغال اللي كسب بطولة أوروبا يلعب كرة واقعية تخب البرتغال ما كانش أفضل المنتخبات أداءا في اليورو الماضية ولكن لعب كرة واقعية وفاز بالبطولة إذن الكرة الواقعية الآن الدايريكت فوتبول زي ما بنقول عليها هي اللي بتوصلها الراجل عنده مشاكل دكتور كوبا لو تذكرنا مع حضراتكو كده الشريط المباراة في بعض من المشاكل ولكن قادر على حلها لكن ما بقاش الحل الآن إن يكون عندي حد ناجح وقوم قيل لا ده لازم يمشي ما ينفعش في هذا التوقيت وأنا فاضلي موتشيل ودلوقتي المناطحة أصبحت ما بينك وما بين أغاندا بعض مباراة من الناس اللي كانت بتساند هكتور كوبر وكل واحد بيساند أو كل واحد عنده اعتراضات دحقه وجهة نظره ولوه مستندات عليها ولوه استناد بلاش مستندات نقول له استناد علي لأنه عنده مرجعية هو حابب أن نشوف منتخب بلده بلعب كرة كويسة وده طبع فينا احنا في مصر بنحب الكرة الحلوة لكن لو جينا بصينا في التلاتين سنة اللي فاتت هل الكرة الحلوة ودتنا كاس العلم؟ ما هو برضو دي معادلة لازم نكون مؤمنين بيها هل الكرة الحلوة بس ودتنا كاس العلم؟ لو حضراتكم تتذكروا ما بعد كاس عالم تسعين وما قبل كاس عالم تسعين احنا كان عندنا في فترة من الفترات اجيال ما ينفعش انها ما تسعادش كاس عالم لو تتذكروا كابتل محمود الخطيب لم يتأهل لكاس العالم وما فيش موهبة احرف من كده جات في تاريخ الكرة المصرية حاس انشحاتها كلاعب لم يتأهل لكاس العالم على الرغم ان في فترة من الفترات احنا كنا قريبين وبنلعب ماتش مع منتخب تونس التعادل فقط يكفينا في مونديال 78 وهزمنا امام المنتخب التونسي على الرغم ان احنا كنا كسبانين هنا اعتقد ادافين مقابل لشيء فهذا الجيل اولا ميستر كوبر اللي قدر يعمله خلينا نقول ان فيه سلبيات اه فيه سلبيات ان انتخب ما بلعبش كرة كويسة انتخب ما بلعبش الكرة الجميلة اللي احنا بنحب نتفرج عليها دايما فيه اداء الى حد ما بيطبع عليه الطابع الدفاعي ولكن انت اصبحت لديك منتخب كاس امم افريقيا بكرة واقعية في بعض المتشاط لعبت كرة كويسة وفي بعض المتشاط ما لعبتش الكرة اللي انت بتنتظر هكتور كوبر انبارح كان بيلاعب منتخب بيجيد الدفاع وقدي الهدف الاولاني عبدالله السعيد ومحمد صلاح ده كلا عبدالله السعيد بيدور على محمد صلاح ومحمد صلاح جوه الملعب بيدور على عبدالله السعيد وفيه حاجات تحسب لكوبر في هذا اللقاء لو تتذكروا المتش الاولاني الكل انتقد عبدالشافي وانتقد عبدالله السعيد والاتنين عبدالشافي قد لقاء محترم على قد اللي مطلوب منه وعبدالله السعيد هو اللي عمل لك الاسس لان انت ما عندكش لعيب عنده قدرات الباسنج سكيلز او ان هو يقدر يوصل لك بالتمرير اللي يتوديك الجون بهذا الشكل وبصوا هنا عبدالله السعيد هو حاسس بسنسو محمد صلاح فين وعملها على يمينه كان ممكن يلمح على شماله لا هو لما على يمين عشان يدور على صلاح لان هو بيدور على اللي هيجري في ظهر الديفنس وصلاح كسر الدنيا في اوروبا عشان اللي اربع خطوات اللي عملهم دول بغض النظر ان الكرة رابط في الاول في الفينش ودي من الحاجات اللي كله بينتظر ان صلاح لازم كله كرة قدام الجون لازم تبقى جون ولكن حارس تعامل معها حارس من افضل الحراس الموجودين وده حارس مرمى ساندونز لو تفتكروا واده كرة تانية من بصوا بقى شوف انا بقولك صلاح بيدور على عبدالله وعبدالله بدور على صلاح ادي كرة هنا ما بين الاتنين ولكن عبدالله السعيد اخطأ في ان هو يركب الكرة ازاي عشان يوجه في المرمى وعملها تاني وحارس المرمى انقذها ببراعة على الرغم ان عبدالله كان ممكن يتعامل معها وحطها في الزاوية اللي اسهل زاوية القرويبة وتبقى هدف من الاهداف انت وانت بتلعب بكرة مش هجومية بشكل كبير او مش جميلة بشكل كبير وصلت المرمى اغاندا ودي من الحاجات اللي انت معدل المباراة امبارح كمعدل مستوى فرص لأ مستوى فرصك انت مضيع 3 اربعة اجوان انتخب الاوغاندي انتقدش ان هو ليه فرصة غير الفرصة اللي حركه شايفينها امام المرمى وقدر كويس اوي انه يزبط دفاعاته من تاخب مصر على الرغم ان فيه برضو بعض من الانتقادات ولكن اما يكون عندي مسيرة ماشية الدنيا ماشية والمسيرة ماشية بشكل كويس وشكل مرد ادي الكرة لسه بقوله حضرتكو عليها عبدالله السعيد وهنا اختار الحل الصعب ورمضان برضو اختار الحل الصعب ولكن كل ده قرارات لحظية كوبر مقدرش يعمل فيها حاجة في بعض من الناس هتقولك تخصصي ومش تخصصي لا كوبر في هذه اللحظة هو اخره ادي احمد فتحي اوفر بالشمال وانت مش متعود ان احمد فتحي بالشمال يطلع لك كده احمد فتحي في هذه الفترة بيعيش واحدة من افضل فتراته الكروي لانه بيطلع لك حاجات انت مش متعود عليها سواء في الهدف بتاع النادي المصري اللي ادى به النادي الاهل الكاس وانه بقى يرفع لك باليمين وبالشمال وافراته على اعلى مستوى اذا اذا المسيرة ماشية ولكن البعض اصبح ينادي بالاقصاد اصبح ينادي بالتغيير التغيير دلوقتي هيعطل مسيرة حاجة نجحة هيعطل مسيرة حاجة اه فيه من الوارد ان يكون وده حقيقي فيه بعض من الاخطاء ممكن انها تتصلح نولسه عنده ماتشين ماتش الاولاني ماتش الكونجو ماتش الكونجو ثلاث نقاط تقربك اكتر الى المونديال وممكن انك بعد كده امام غانا مهما كان حالة غانا غانا هي غانا ولكن افكر حضراتكم ان منتخب مصر مع هكتور كوبر يجيد اللعب امام الفرق اللي بتهجمه لانه هو هويته دفاعية بيعرف يوقف دفاعاته صح ويلعب على سرعات المرتدات اللي عنده وهو يمتلك العديد من السرعات ابرزها صلاح تريزي جي ورمضان صبح ثلاث طيارات بتجري معه في الملعب بتقدر تنقله من الدفاع للهجوم في اسرع وقت ممكن مع مهارة عبدالله السعيد في الباص دخول صالح جمعة ابتدى يديلك مؤشر ان اللعب في الحسابات على الرغم ان كنا بالاول في بداية كلام انتقدته كوبر انه مدرب نمطي والصعب باول انه هو يبتدي يغير دماغه ولكن صالح جمعة بشخصيته واللاعب الدولي هو لاعب صاحب شخصية غير انه طبعا لازم يكون صاحب مهارة اللاعب الدولي لاعب صاحب شخصية اكبر كوبر انه يشاركه فيه اللقاء فبناء عليه ابتدى يخش في الحزبان الان كوبر يفكر فيه كيف اهزم اتقومه ازاي اصلح بعض من النواقس اللي عندي الرجل اعترف في المؤتمر الصحفي انه عنده بعض من المشاكل فيه طريقة انه هو تغييراته دائما بتبقى الى حد ما بطيئة ولكن الرجل اعترف اذا هل هو الافضل الان انه انا عدي للاخطاء اللي موجودة ولا اقصي وبجيب واحد جديد وتبقى الامور بدل ما هي ماشية في السكة نرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان هذا ليس وقت التغيير وبلاش لما يكون عندنا مسيرة ماشية ننادي دائما بالتغيير يجب انه نادي الى الحل واقول لحضراتكم حاجة وهي الى حد كبير متشابهة النادي الاهلي ماشي بسكة نجحة ما شاء الله بقاله فترة كبيرة جدا داخلين في السنة التالتة ماشي بشكل مؤشر النجاح عنده تصعادي سواء على المستوى المحلي او على مستوى الرياضات الاخرى على المستوى المحلي والاقليم وعنده لقاء مهم جدا امام الترجي ويبدو ان المسؤولين في اللجنة والاولمبية وزارة الشباب والرياضة مشوخدين بالهم النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي بيمثلك في اقوى البطولات الاقليمية هنا بيجيلك للتسائل انت ليه ليه كل هذا بيحدث في ظل ان النادي الاهلي ماشي في مكان ناجح لو جينا قائمنا النادي الاهلي في الفترة اللي فاتت انا كمشجع بحب النادي بتاعي حب جديد جدا 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 فوق الوصف والاهلي ده حياتي ايه اللي انا متطلبه من النادي الاهلي وما بيحصلش دلوقتي نادي الاهلي نادي الاهلي مر بمرحلة من المراحل الصعبة في كرة القدم ان عندك شوية تقالات كروية صعب جدا ان انت تعوضهم تاريخيا مش حتى وقتيا يعني وقت ما هما يبطلوا تجيب البودة لا بتاعهم لا صعب جدا ان انا لقي بديل لابوتريكا صعب جدا لعيب في كل حاجة هو معجون موهبة موهبة ازاي يبقى ليدر في الملعب امكانيات فردية على اعلى مستوى في اللعب الجماعي لان النادي الاهلي يعني فرقة جماعية فممكن يكون عندك لعيب مهاراته الفردية خارقة وهجيب لك ابسط مثال امير سعيوت ولكن ما ينفعش للنادي الاهلي لان النادي الاهلي فريق تيم جيم يلعب لعب جماعي وما ينفعش وارد هذا يحدث في كرة القدم واحد زي محمد بركات لم يأتي اسكى من محمد بركات وقل الجمعة صخرة دفعية غير طبعية وكان طبعا سيد معوض ونجوم كبار فجأة ما بقوش موجودين عشان تعمل احلاله التجديد وقلت لحضراتكم في كل الاندي الاخرى تطرج على مانشستر ونايتد عشان يرجع في هذه السنة مع مورينيو تبتدي تقول ايه ده مانشستر قادر ان هو يعود في هذا الموسف تدى يكسب اول ماتش 4 صفر في 4 صفر وشوف بقى كمية الصفقات ايه و ايه و ايه ولكن قعد كم سنة داخل في 3-4 سنين لم يكن يذهب الى المركز الرابع رغم ان السير أليكس فريكسون سايبهم هم بطل الدوري الانجليزي معهم بامبيرسي ومعهم روني ومعهم نجوم كبار ولكن الاحلال والتجديد دائما هي اصعب مشاكل المدربين والادارات في كرة القدر تعالوا كده نتفرج على ماذا يحدث مع برسلونة برسلونة فجأة ناموا ساحي ولقوا نمار مش موجود في ظل ان دافي واحد من امهر اللعيب اللي جات في مكانه كبر وخلاص اللعيب برا لما بيكبر ما بيعدش يلعب لغاية لما الناس تشتموا وتقولوا مشي بيحترم امكانياته فيروح ينتقل لليفل اقل شوية عشان يمارس ويفضل يمارس اللعبة بشكل ما يكونش فيه بدل ما يبقى نقطة قوة يبقى نقطة ضعف فجافي مش هقول يعني هو من الاخر كده لم نفسه وبدل ما يكمل فيه فريق برسلونة ويقعد بديل هيبقى بديل كتير جدا انتقل الى احد الانداف الخليج في نادي السد القطر ان يستع الان ايضا بتقدم عمري حتى فيه منتخب الاسباني بتدوا يجهزوا البدائل وده ما يحدث في برسلونة الان بيجهز البدائل فالاحلال والتجديد في فريق برسلونة اللي واحد السنة اللي قبل اللي فاتت واخد السلسية دوري وكاس وشامبينز ليج وكاس عام المقندية وفجأة برسلونة لا يفوز بالدوري فجأة برسلونة مفوش نايمار وجماهير برسلونة دلوقتي فيه صفقة دنبالي كوتينيو هيجي ولا مش هيجي ونبتدي نخش فيه الإحلال والتجديد ده واحدة من أصعب وأهم الحاجات في كرة القضاء لأنه صعب جدا جدا فالنادي الأهلي في فترة قليلة جدا قدر يلمه أموره عمل لك إحلال وتجديد جاب مدير فني على أعلى مستوى وهو المدير الفني الأفضل في مصر وماشي في أي طريق ماشي في طريق البطولة سيطر لك محليا وسيطر لك إقليميا ولكن في بعض الأوقات بتلاقي أن وارد أن يكون نجاح الأهلي مصدر إزعاج نما أنا كابتن مصر كابتن دياء